اشتركوا في القناة استيفان ديمستورا لزيارتها مؤكدا رفض المملكة المغربية لأي دور قد تنوي أن تلعبه جنوب افريقيا بخصوص ملف الصحراء المغربية وأكد هلالا في حوار مع وكلة المغرب العربية للأنباء أنه لم يتم استشارة المغرب قط بخصوص الزيارة ولم يتم إطلاعه على الأمر أبدا مشيرا إنه في اللحظة التي علمنا فيها بمشروع هذه الزيارة قبل عدة سابيع أعربنا مباشرة لديمستورا وللأمان العام للأمم المتحدة عن رفض المغرب القاطع لهذا السفر ورفضنا أي تفاعل مع بريطوريا بشأن مسألة الصحراء المغربية مستندين في ذلك إلى سباب مشروع وموضوعية وتابع هلالا قائلنا أتمنى أن لا يكون ذلك تحدي للمغرب من قبل السيد ديمستورا ولكن قد يكون مجرد خطأ في تقدير موقف جنوب افريقيا الحقيقية بأي حال من الأحوال لا حذر المغرب بشكل واضح من تداولات رحلته على العملية السياسية وأضف السفير هلالا قائلنا أن المغرب قام بتذكير المبعوثة الشخصية بأسس ولايته التي تمثلت في رسالة تعيينها من قبل الأمين العامة للأمم المتحدة والتي حددت له أنه يجب أن يعمل حصريا مع الأطراف الأربع المعنية في العملية السياسية المغرب الجزائر موريتانيا الجبل بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بما في ذلك القرار 27-03-30 أكتوبر الماضية واسترسل هلالا قائلا تلك القرارات لا تشير بأي حال من الأحوال إلى جنوب افريقيا ولا تشير إلى دور أو مساهمة وهمية من هذا البلد في العملية السياسية وفي سرد العديد من العناصر التي تستبعد جنوب افريقيا من أي تدخل في ملف الصحراء المغربية أكتفي بتذكير أن هذا البلد يعترف بالكيانة الوهمية ويدعم البوليساري السياسيا وديبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا وأكد أنه لهذه الأسباب لن يسمح المغرب أبدا لجنوب افريقيا بأن تلعب أي دور في ملف الصحراء المغربية مضيفا بريطوريا كانت وتظل سامى لقضية الصحراء المغربية وعبر عمر هلال عن اندهاشه كونه لا يعلم عن ما الذي تتحدث عنه وزارة الشؤون الخارجية جنوب افريقيا والمغرب ليس على علم بأي نهج وإذا كانت هناك أي محاولات يجب أن تتم المناقش مع المغرب والأطراف الأخرى وليس بأي حال من الأحوال مع جنوب افريقيا وقال بالنسبة للمملكة المغربية هناك نهج واحد وفقا للموائد المستديرة بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا كما هو موص به في قرارات متتالية لمجلس الأمنة لذلك يتمنى المغرب أن يكرس ديمستورا جهوده لإقناع الجزائر بالعودة إلى المفاوضات كما حدث في عامي 2018 و2019 وأضاف هلالا المبعوث الأممي لديه ولاية واضحة وقوية من مجلس الأمنة لتسهيل حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الملك محمد السادس حدد خارطة الطريق نحو حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من خلال مبادرة الحكم الذاتية المغربية ضمن إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية وأشار ذات المتحدث إلى أن رؤية الملك محمد السادس تستمد القوة من القانون الدولية وشرعيتها من توفقها مع المعايير المحددة في قرارات مجلس الأمنى الاعترافات الواسعة والدعمة الدولية لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتية تؤكد يوميا مغربية مناطقنا الصحراوية العزيزة بشكل نهائي وأبدي نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء